اهلا بكم إلى موجزين لهم الأنباء يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة مشاورات مغلقة حول مسجدات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن وبحسب جدول أعمال المجلس يتضمن الاجتماع الشهري وحول اليمن إحاطة للمباطي الأممي هانس كونبرغ وممثل مكتب تنسيق شؤون الإنسانية ورئيس باتة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لواء مايكل بيري وكان الوسيط الأممي اختتم الأسبوع الماضي جولة مباحثات شاملة سعودية والإمارات ومأرب وعدن ضمن محاولاته للتوصل إلى اتفاق حول ملف الرواتب ووقف اطلاق النار وسينة في عملية سياسية جامعة برعاية أممية من جهتها لوحت ميليشي الحوثي بسينة في هجماتها على سعودية والإمارات في مؤشر على تعثر مفاوضاتها مع رياض التي تجري بوساطة عمانية وزعم القيادي والحوثي مهد المشاط أن سعودية والإمارات بحاجة إلى تجريب القوة الصاروخية للميليشيا التي قال إن أصبحت قادرة على ضرب أي هدف في أي مدينة بدول التحالف وقبل أيام كشفت مصادر مقربة من الحوثيين أن المفاوضات مع سعودية لم تحرز قدما حطلان في الملفات الخلافية رغم مرور أكثر من أسبوعين على مغادرة الوسيط العماني صنعا وعودته إلى صنطلة رفقة وفد الحوثيين التفاوضي جددت السعودية دعمها لكافة الجهود للتواصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية المتواصلة منذ أكثر من ثماني سنوات جاء ذلك في اتصال أجره وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بحثا خلاله مسجدات الأوضاع في اليمن وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية أكد بن سلمان سمرار دعم الرياضي لمجلس القيادة الذي يعاني من خلافة بين أعضائه نتيجة سحواذ المجلس الانتقالي على القرارات وسيطرة تشكيلات المسلعة على محافظات عدن وشبوى وابين ألمح نائب في البلمان ضمنيا إلى وقوف رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وراء تمرير صفقة بيع شركة عدن نت الحكومية لصالح شركة إماراتية ووضح حوض مجلس واب علي المعمري في برنامج المساء اليمني ببلقيس أن أول من تحدث أن لجنة تقص الحقائق شوكلت بمخالفة القانون هو رئيس الجمهورية في إشارة إلى العليمي مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الحكومة معين عبد الملك حول اللجنة البرلمانية شاءت رجع صدى لحديث الرئيس وأشار إلى أن البرلمان سيوجه خلال اليومين القادمين رسالة إلى النائب العام للتحقيق في قضايا الفساد التي وردت في التقرير قتل ووصيب تسعة أشخاص تراندلاع شباكات بين مسلحين قابليين في مديرة المحفظ شرق محافظة إبيان مصادر محلية قالت إن الشباكات بين قبيلتي آل مسعود وآل خليل تابعتين لقبائل باكازم اندلعت تراخلاف على إحدى المناطق التي يدعي كل طرف منهما ملكيته عليها وأشارت إلى أن المواجهة أسفرت عن مقتل شخصين من آل مسعود وشخصين آخرين من آل خليل وإصابة خمسة نقلوا إلى مستشفيات محافظة عدن لافتا إلى أن وسطة قبلية من محافظتي شبا وأبيان استطاع تهدية الأوضاع بين القبيلتين في نهاية الموجز إلى اللقاء